بين مشاكك ومصدق تأخذ نظريات المؤامرة والتطوير المخبري لفيروس كورونا طريقها في الإعلام الأمريكي والعالمي وتجد شيئاً فشيئاً أرضيات ودلائل قد تكشف كثيراً من أسرار الجائحة القاتلة في قادم الأيام ديمارتين أوبوث مستشارة سابقة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فجرت موجة تساؤلات في الشارع الأمريكي بعد حديثها عن اتفاقية التجارة الموقعة بين الصين وأمريكا في أواخر كانون الأول 2019 وتقول بوث في لقاء تلفزيوني إن الصين أصرت على وضع بند في الاتفاقية يتحدث عن وباء قد يحدث بقدر الله كان الصينيون حرصون على وجود بند ذكي في الاتفاقية يقولوا إذا كان هناك أي نوع من أقدار الله وباء فإن الصين لن تكون ملزمة بما تم توقيع عليه للشراء من الولايات المتحدة ورغم أن الصين الشيوعية لا تؤمن بالله وأقداره أساسا تضيف بوث بأن الصين أعلنت بعد أيام من الاتفاق عن ظهور أول حالة لفيروس كورونا في مدينة ووهان لتسأله هل كان الصينيون متأكدون لهذه الدرجة بأن الفيروس سينتشر في العالم خلال ستة أسابيع؟ المستشار السابق في الاحتياط الفيدرالي عادت لتطرح تساؤلات حول الأسابيع الستة وترهل جهاز الاستخبارات الأمريكي لمعرفة ما جرى قال إن أشخاص في أمريكا والصين يجب محاسبتهم لخسارة أرواح لا تحصى نتيجة الفيروس وغموض ما جرى في الصين غير أن تساؤلات بوث فيما يخص إصرار الصين على إدراج بند أقدار الله والوباء جاءت تصريحات سفير الصين في أمريكا قبل نحو أسبوع لتزيد الشكوك حول تورط صيني ما بشأن كورونا وعلاقتها بالحرب التجارية وهنا يقول السفير في تصريحات صحفية إن بكين لا تزال تنفذ المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع واشنطن ولكنني أطلب الفرق الاقتصادية لأمريكا والصين لعقد اجتماع مباشر أو عن طريق الفيديو لمناقشة تقييم الوضع المتغير الذي أحدثه كورونا ومع ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى نحو مليوني شخص ووفاة 120 ألف آخرين يضاف لما سبق تساؤلات ما زالت دون إجابة كشبه توقف إصابات كورونا في الصين منذ أسابيع واقتصار ما حدث على مدينة ووهان وضواحيها بنحو 68 ألف إصابة فيما العاصمة بكين المزدحمة بنحو 22 مليون شخص لم يتجاوز عدد إصاباتها 580 حالة ووفاة ثمانية أشخاص ترجمة نانسي قنقر